تعرف انه فيه اشياء معينة ما بصير تكتبها في الدكومنتيشن او النيرسنج نوت تبعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف وهي قناتي قناة مذكرات ممرض بكلمكم من قطر نتكلم عن التمريض مهنة العلماء وفي هاي القناة بنتكلم عن كل اشي بخص التمريض وهموم مهنة التمريض فاذا عجبك العنوان خليك معنا للاخر وتفضل معي هاندووشنج البس الجلاوس البس الماسك وتفضل معي الدكومنتيشن اشي مهم في شغل التمريض لعدة اسباب لانه بساعد في الابحاث بساعد الشفت البعديه كيعرف اشي عملت لان مريض يتخذ كدليل لمساعدتك في صفك اذا صار فيه قضايا وبرضه عشان اذا نسيت اشي بترجع بتتذكره ولو الدكتور حاب يعرف اي شي ممكن يرجع للنوت تبعك يلاقيك مسجل اشي هونس يسجله وإله فوايد كثير جدا لكن انا بلاحظ كثير من الناس ما بعرف يكتب نيرسنج نوت كويسة هذول السطرين اللي تحت كل الناس بتكتبهم وما بتكتب غيرهم لكل المرضى ومفكرين انه هاي نيرسنج نوت اقسم بالله هاي مش نيرسنج نوت وحرام تتسمى نيرسنج نوت وحرام انه واحد ينفكر حاله ممرض او بسمى حاله ممرض يكتب هذا الهبل ويسميه نيرسنج نوت لانه النارسنج نوت ان عملت لا اشي معين انت ممكن تسجل الاشي اللي ما بصير كل يوم ممكن تسجل الاشي اللي بصير مرة بالعمر مريض دخل مريض انكتب له خروج ممكن تسجل اشي طارع مريض وقع عن السرير مثلا المريض وقف قلبه عملنا له سي بي ار نجلنا له على الاي سيو مثلا ممكن تسجل اشي غير طبيعي والله طلع السكر مرتفع طلع الضغط نازل طلع الوظائف الكلا في هاي اشي غلط مثلا نتيجة زراعة طلع عنده ميكروب معين بتسجلها بالنيرسنج نوت الدكتور اجا لما يجي بدك تسجل امتى اجا بخلع المريض ايش قلبه وقف دواء زاد دواء الى اخره فالنيرسنج نوت ما نعملت عشان تكتب لي هذا كلام فارغ راح احكي لك اليوم عن 15 اشي حرام شرعا انك تحطهم بالنيرسنج نوت واهم اشي اهم اشي الست الاولانيات هذول بالزمنات لما كان عنده صفحة الفيسبوك الست هذول عملت لهم بوست لحالهم لانهم مهمات جدا اول اشي القيم الطبيعية للفحوصات لا تذكر في النيرسنج نوت من اهم اساسيات النيرسنج نوت الاختصار فما بصير تكون المعلومة مذكورة في ورقة نتاج المختبر وترجع تكتب الاتش بي طلع 13 ماهو الطبيعي 13 ليش اكتبها لما يطلع الاتش بي نازل واكلم الدكتور ويقول لي اعطيه واحدة دم بكتب الاتش بي طلع مثلا 7 او 8 وكلمت الدكتور فلان وقال لي اعطيه واحدة دم او 2 او 3 وبلشت فيها الساعة كذا وخلصت الساعة كذا هذا اشي طارع عمره ما صار بسجله اما النورمال لا يكتب رقم اثنين اي اشي الو مكان بالملف غير النيرسنج نوت لا يذكر في النيرسنج نوت مثلا مريض رينال فيلر اخذ 3 لتر سوائل طلع 3.5 هذا الكلام يذكر في الانتك والاوتبوت لا يذكر في النيرسنج نوت الا اذا كان فيه اشي غير طبيعي يعني المريض مثلا صار له سبوع نورمال فجأة بطلت طلع بول واكتب اكتب المريض اخذ 4 لتر طلع 300 مل وتم ابلاغ الدكتور وعملت كذا وكذا وكذا هذا اشي غير طبيعي اما ولا قسط الضغط وطلع 120 على 80 طيب شو عمل لك رقم ثلاث الاجراءات الروتينية زي ما قلنا تكتب نيرسنج كير دون غلط ما يبتنعمل كل يوم كل شفت غلط ما يبتنعمل كل يوم 5-6 مرات انت بتكتب الاشي اللي ما بصير كل يوم او ما بصير لكل المرضى عندك 10 مرضى واحد فيهم عنده جروح انت عملتله درسنج بكتب الدرسنج العمل وبكتب شو شفت بالدرسنج الاوزنج بزيد بقل لاحظت فيه لون اخضر فيه دلائل التهاب في الجروح المريض بقول الجروح زاد فيه الوجع زاد فيه الورم فيه احمرار حوالين الجروح الغرز انفكت فجأة هاي بكتبها اما ايش بنعمل كل يوم لكل الناس ما بتسجل بالنيرسنج نوت ايه هو اماكن ثاني رقم اربع الاختصارات غير المعتمدة انت لما تشتغل في المستشفى لازم تعرف ايش هي الاختصارات المعتمدة في هذا المستشفى في معظم المستشفيات فيه قائمة كاملة ايش لازم تكتب ايش ممنوع تكتب اذكر على سبيل المثال مستشفى الجامعة الاردنية ممنوع تختصر اي كلمة ما عدا RT بدل Right و LT بدل Left فما بصير تقول انا عملت CPR للمريض تكتبها كاملة بدون اختصار ما بصير تقول BP اللي هو ضغط المريض مثلا 120x80 لا بتكتب Blood Prussia كاملة بدك تعرف في مستشفىك ايش الاختصارات المعتمدة وتلتزم فيها رقم خمسة اطلاق الاحكام على المريض انت رحت على مريض جسد اللي هو ضغط طلع مثلا 80x40 ما بصير تكتب في النوت انه المريض is hypotensive او مثلا المريض سكره 40x30 ما بصير تقول The patient is hypoglycemic انت ممنوع انك تعطي احكام انه هذا المريض ضغطه نازل او مرتفع او سكره نازل او مرتفع او جوة الدم الHP نازل او مرتفع انت بتقول رحت له جسد بغط طلع 80x40 بس جسد السكر طلع 40 جسد السكر طلع 1100 وكلمت الدكتور وكتب اردن نعمل كده كده وعملنا رقم 6 اللي ما احدا بلتزم فيها كلمة The patient ممنوع تكتبها مثلا The patient received on bed conscious oriented لا ما بصير تكتب هيك طب هل اكتب هي is او هي was received on bed برضو هي ما بتنكتب طب المريض اسمه سامي سامي is received on bed لا الشغل الصح النيرسينج نوت بتنكتب كالتالي received on bed conscious oriented مين هو طلع على اول سطر او اسم المريض اللي براء الصفحة فيه لابل على كل صفحة اسمه وعمره ورقم ملفه وطاريخ دخوله كل شيء عنه ما بصير تكتب patient ولا هي ولا اسمه احمد او سامي او علي او اللي هو رقم سبعة لا تكتب ملاحظات المريض على ملف مريض ثاني وهي فيه ناس ما بينتبهون احيان بتكون داخل ملف مريض تتطمن على نتيجة او كذا بعدين تتذكر كلمة بدك تكتبها لمرض ثاني فبتروح تكتبها على المريض هذا وهي ممكن تسبب مشكلة رقم ثمانية لا تكتب ملاحظاتك ناقصة يعني إذا patient in pain طيب خلاص شو؟ ال pain له intensity ال pain له relieving factor ال pain له precipitating factor ال pain له location ال pain له nature بدك تكتب heaviness ولا sharpness ولا dullness ولا كيف شكل ال pain ال pain انت عملتله intervention عطيته دواء عملتله position معين يرتاح فيه عملتله كمادات عملتله مساج وبعدها بنص ساعة او ساعة لازم تكتب انه intervention تبعك جاب مفعول ولا لا فلا تذكر كلمة ما تذكر تفاصيلها رقم تسعة لا تعمل الشغلة وتكتب النوت بعد بسنة اذا عملت اي care او intervention للمريض فلا تكتب النوت بعدها بفترة طويلة كل مستشفى له سياسة فيه مستشفى يتوى تقول لك ساعة ساعتين بعد ساعتين لا تكتب الشغلة فكل مستشفى له فترة معينة في السياسة تبعه لازم قبل ما تنضي هاي الفترة تكتب النوت لانك رحتين ست تفاصيل رقم 10 لا تكتب مشكلة بدون ما تكتب انك حليتها انا مش جصدي انك تألف فيه مشكلة بتحلها تكتب نوت هسه انك اكتشفت المشكلة وبتكتب نوت كمان نص ساعة انه راحت المشكلة مثلا فيه وجع المريض بقول انا تقييم للوجع ثمانية من عشرة عطيته مسكن برجع له بعد ساعة المريض بقول والله صار أربعة من عشرة اذا بلشت انحل فيه حرارة عملت له شور عملت له كمدات الى اخرها كانت الحرارة ثمانية وثلاثين رجعت له بعد ساعة لقيتها ثبعة وثلاثين لازم تكتب انه المشكلة حلت وتكون حلتها فعلا طبعا رقم 11 لا تعدل على ملف المريض احنا بنتكلم عن الملفات الورقية اذا كنت بتشتغل بمستشفى لسه شغال على الورق ممنوع تعدل على الملف بأي طريقة لا تشتب ولا تكشط ولا تضللها ولا تخربش عليها بجلم خطات ولا تحط عليها بكوريكتر او طامس ابيض بكل بساطة بتكتب تحتيها نوت شو الصح وبين قسين بين قسين انه هدا تصحيح للي قابله بس اللي فوق تكتب بعد اخر كلمة فيه بتكتب اللي هو كلام غلط الصح في السطر البعدي رقم 12 بدك تكون دقيق ولا تذكر تفاصيل غير دقيقة ما في اشي اسمه انه المريض في عنده بليدنج بكمية كبيرة قداش كمية كبيرة لازم تكتب من 200 ل 250 ملي لتر بحدود 300 ملي لتر او تكتب المريض مثلا عنده بليدنج غرج السرير طب ماشي تقريبا قديش ما وهذا بده ينحزب في النوت بده ينحزب في الانتيك اوتبوت وإله مليون حساب بده يقدر الدكتور قديش نزف دم عشان يعطيه واحدة دم اذا كثير وإله حسابات كثيرة فتقريبا المريض خسر 500 مل معناته واحدة دم واحدة الدم 450 بده واحدة دم رقم 13 لا تكتب اعذار اذا بتواجهك مشكلة بتحاول تحلها باي طريقة ما عرفت بتكلم بعدين بتكتب النوت انه الحلت او حطيتها بظهر واحد ثاني يعني انت طلبت الدواء من الصيدلية المفروض يجيك في ساعة معينة اتأخر ما بنفع تكتب النوت وقتها يا بتكلم مسؤول الصيدلية بتشتكيله يا بتكلم مسؤولك انت هو بيكلم الصيدلية بيقول لهم يستعجله وبعدين بتكتب النوت انه انا عطيت الدواء ولو متأخر 10 دقايق ربع ساعة لكن السبب من الصيدلية وهو بالعادي اعطاء الدواء معك ساعة قبل او ساعة بعد نص ساعة قبل او نص ساعة بعد حسب سياسة المستشفى لكن الموضوع اصلا فيه مجال انك تأخر نقطة مهمة خصوصا في الحالات القضائية لا تكتب اشي قاله حدا غير المريض المريض مثلا جاعد وصاحب ومسؤول عن قراراته وكل شي تمام مرته قالت كذا ابنه قال كذا شريكه في الشركة قال كذا المحامة تابعه قال كذا مش شغلي انا بسأل المريض هل انت موافق على العملية المريض موافق مرته مش موافقة انا بهمني المريض اذا كان كونشنس وبالغ راشد عاقل وواعي وبتحمل نتيجة قراره بهمني المريض الا في حالات معينة مثلا المريض في غيبوبة او اشي ووقتها بنقول مرته قالت كذا تفتح كوتيشن او علامة تنصيص انه هاي الجملة لواحد غريب مش المريض اللي بهمنا لا تنسى تسجل اذا المريض رفض العلاج او رفض الوجبة او بتدوش يوكل او رفض نام او رفض العملية او كذا هاي مهمة جدا اذا الطبيب كلمك بدك تسجل وبتستعمل طريقة write it down read it back المعروفة انك تأكد من الorder لا تسجل اشي قبل ما يصير في نوعية من البشر بيجي الساعة 11 بالليل بيسجل من عنده ارقام عن الشيفت كله او مثلا انا ناوي اعطي ادوية كمان ساعة او ساعتين بوقع الادوية وبقعد تيجي بعد 10 دقايق تلاقي المريض توفى او خرج على مسؤوليته او انتجل لقسم ثاني او صار ايش بالدنيا طب انت موقع انه الدواء نعطى فانت ممكن تنحط في موقف انت لا تحسد عليه وممكن ثمن هذا الدواء يعتبر انت اذا سرقته من المستشفى او ضيعته على المريض بالتوفيق للجميع اللي عنده اي سؤال يكتبه تحت بالكومنتات لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكي جديد اول بوان والسلام عليكم ورحمة الله